تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 7718 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمدى الآخرة 1337 موافق ل31 مارس 1919 تقريبا قبل 100 سنة بمثابة مدونة التجارة البحرية تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابة ويأتي مشروع هذا القانون في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني وضرورة مواصلة العمل على تحين مدونة التجارة البحرية وذلك من خلال تتميمها بمقتضايا جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات تقنية والسكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري ويليف مشروع هذا القانون إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد الغير القانوني والغير المصرح به والغير المنظم من خلال زويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات سعة أو تعادلها بنظام تعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى تشديد في الإجراءات المتعلقة به ولذلك ينص هذا المشروع على إلزام التوفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام هذه عدم احترام مقتضاية هذا القانون ترجمة نانسي قنقر